موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وصفة مريم اليوم سنقدم لكم وصفة تقليدية لها الحم بالبصل والطماطيش هنا في هذه الوصفة نحتاج قطعة الحم على حسب أفراد العائلة بقرية والأخروف بصلة هنا مقطعة طويل لكي نحرجوا بها هنا لدي مورفة كبيرة على طماطيش كنت تحليتها في قليل ملح في الفلكحل هنا مورفة كبيرة على طماطيش وحسب الرغبة لدي قليل درسة درسة الزيت هنا تسخن الطماطيش في البصل يحب زيت بزيادة نقل قبل البصل ثانية وقوموا بالضع نضيف للحم نضع يتقلي مع البصل ونضيف طماطيش نضيف الملح في ماء دعوهم يتقلوا مليح نضيفه في التوابل الملح فلفل حلدة مغرفة صغيرة وفلفل عكري مغرفة كبيرة سلطماطيش يأتي قليلا والدرسة كمية الحميصة قرن حار خضر مع الأخر سلطماطيش نحبه بالدرسة هناك كمية الحميصة قرفة هذه إضافة من عندي القرفة والبصل يتولموا بزاف و أعطى بنا ثاني ما شاء الله للبصل والطماطيش القرفة أعطى بنا روعة هناك مرقت و دعوه الحميص يطيب نص طيب مع الحميصة و هناك مرقة كاملة و هناك مرقة كاملة مع تبقى لي شيء قليلا و هناك كيلو بصل و هناك زوج حبة طماطيش لقد قطعتهم هكا مربعات و البصل تحكم كي يكون حاطة في مرقة و لا يفر و لا تقطعوا شرقيق لا تقطعوا هدين من نخشين و لا تقوموا بشدروا و لا تقوموا بشدروا و يجب عليكم المرقة تحكم دائما تكون قليلة لكن البصل يطلق الماء بزاف و سوف أعطى بشدروا لن يجب عليكم المرقة خفيفة و لا يجب عليكم بشدروا يجب عليكم المرقة تحكم من بعد تضعوا البصل و نضيفه طماطيش و دائما نضيفه على الملح لكي نضيفه خاصا دائما نضيفه كاملة فوق قليلة ملح مع الطماطيش ثاني قليلة لذلك يجب عليهم الملح و هذا يجب عليهم الحالة و نرى طبقها هنا جاهز لحن ببصل الطماطيش كما سوف ترون سوف أعاقد الله الله و بنين بزاف أتمنى أنكم تجربوا و يعجبكم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته موسيقى 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 موسيقى